شهدت فعليات مؤتمر مصر للطاقة إيجيبس 2024 شهدت توقيع عدة بروتوكولات تعاون ما بين وزارة البترول وثروة المعدنية وعدد من الشركات العاملة في المجالات ذات الصلة على مستوى العالم في إطار التحولية الطاقية للدولة وحرصها على دعم الاستثمار في هذا المجال يأتي مؤتمر مصر للطاقة إيجيبس 2024 كفرصة لاستعراض موقف أعمال الشركات العاملة في مجالات البترول والطاقة وتطلعاتها المستقبلية في مجالات البحث واستكشاف مناطق امتياز جديدة في مصر نحن يمكن أن نرى الكامل الكبير من العرضين الأجنحة المختلفة سواء كانت شركات عالمية دولية شركات إخليمية من دول الشقيقة وكذلك شركات مصرية وشركات وطنية والحقيقة حجم الشركات سواء كانت شركات عالمية أو شركات كبيرة أو شركات صغيرة أو متوسطة الحقيقة التنوع ده مطلوب لأنه السوق بيبقى فيه تكامل ما بين الشركات الصغيرة بتدي خدمات الشركات الأكبر وهكذا وفي نفس الوقت بيبقى على قد إمكانيات التطبيقات اللي بتتم فيه الحقول الانتاج أو فيه شركات الانتاج الخاصة بالتكرير أو مصاف التكرير أو شركات البترول وبالتالي الحقيقة المنظومة بتاعت سلسلة القيمة متكملة وشفنا احنا مشاركات كبيرة هذا وقد شهد المعرض توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الشركات العاملة في المجالات ذات الصلة على مستوى العالم المشاركون من جانبهم أثنوا على مناخ الاستثمار الذي وفرته الدولة للشركات للوصول لأعلى انتاجية ممكنة لما لذلك من مردود عظيم سواء في القيمة المضافة للاقتصاد أو المساهمة في الوصول للاكتفاء الذاتي المعرض إيجيبس ده معرض دولي شهد أقبال تاريخي من الشركات المحلية والعالمية وشركة غازتك موجودة بجنح زي ما حالك شايف جنح متميز بيعرض خدمات شركة غازتك اللي هي تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وكمان لنا محطات متكاملة بتقدم جميع نوع الوقود بما فيها الغاز الطبيعي والكهرباء استثمرنا في قطاع البترول المصري على مدى سنوات نشاطنا حوالي مليار ونص دولار أمريكي انتجنا أثناءها في الدولة هنا 120 مليون برميل من حقول كانت تعتبر انتهت انتجيتها الفرضية بالطرق التقليدية ايجيبس 2024 هو النسخة السابعة لهذا المعرض والمؤتمر الدولي والذي شهدت تحوله إلى منصة شاملة للطاقة وليس البترول فقط تناقش وتستعرض جميع التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقية وخفض الانبعاثات الكربونية من انتاج واستخدام الطاقة كما بحث وزير البترول طرق الملة مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل لشؤون الاستكشاف والاستراتيجية ومحفظة الأعمال يوجين أوكي بير بحث معه موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الانتاج جاء هذا لقاء خلال ختام فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي لطاقة إيجابس 2024 كما التقى الوزير مع رئيس العمليات بمجموعة يونيتد أنرجي جروب صونج يو لاستعراض أنشطة الشركة في مناطق بالمنطقة الغربية كما تم استعراض خطط الشركة المستهدفة لزيادة معدلة الانتاج من الزيت الخام استحدثت وزارة والمالية جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتخفض عليها عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح أسيسي على قانون إنشاء الجهاز ليحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات ذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الوصول المملوكة للدولة من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن تحقيقا للمستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية انطلقت أعمال ملتقى رؤساء ومسؤولية جهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ذلك لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية وكيفية تطبيق سياسات المنافسة والعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم التجارة الحبوب العالمية يعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر بعد انضمامها رسميا إلى مجموعة بريكس مطلع العام الجاري يهدف لوضع آليات جديدة لمعالكة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب وأيضا مهجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن بما يؤمن تلبية احتياجات الدول من هذه السرعة الاستراتيجية بانتظام واضطراد وبأسعار تنافسية تتوافق وإمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم نحن ننظر إزاي نقدر أجهزة المنافسة في هذه الدول تتعاون وتتكامل مع بعض للتصدي لهذه الأزمات سواء كانت نتجه عن إشكاليات خاصة بمسائل في الأسواق فيما يتعلق بالتنظيمات أو ما إلى ذلك اللي ممكن تؤدي إلى منع تيسير التجارة بالذات فيما يتعلق بالحبوب وأيضا بنبص فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية اللي ممكن تؤدي أيضا إلى تعطيل الترجارة في هذا الأمر وده كله في الآخر بينصب على إزاي هذه الدول مع بعض مجتمع تقدر توصل الحلول لهذه الأزمات وده يمكن هو ده الدور اللي النهاردة إحنا قاعدين عشان أولا وقبل كل شيء يعد هذا هو أول لقاء على مستوى واسع بعد أن انضمت مصر ودول أخرى إلى البريكس في مطلع يناير من هذا العام أيضا يركز هذا الاجتماع على تجارة القمح وورشة العمل هذه تجمع بين المناقشة الأكاديمية والمناظرات السياسية بين أعضاء البريكس فيما يخص المناقشات الأكاديمية لدينا أساس صدر العام الماضي وهو أول كتاب مخصص لعمل سلاسل الغذاء العالمية وكيف يمكن لقانون المنافسة أن يساعد في العمل من هذا النوع المعقد للغاية من الظواهر العالمية ويمكن لهذه المنهجية أن تساعد في النهج العملي لسلطات المنافسة للتعامل مع تدفقات أسواق المواد الغذائية العالمية وعلوم أسواق المواد الغذائية ذات الأهمية الفائقة وللاستقرار الاقتصادي الاجتماعي وإلى أسواق البترول العالمية حيث تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع توقعات لخفض أسعار الفائدة الأمريكية تراجعت العقود الأجل الخام برينت بنسبة بلغت فاصل 10 من 100 لتصل إلى 82 دولار 26 سنة للبرميل فيما انخفض الخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت فاصل 4 من 100 في المئة لتصل إلى 77 دولار وستين 2 للبرميل فيما تراجعت أيضا أسعار المزوط عالميا بنسبة بلغت فاصل 67 في المئة مسجلة دولارين 2 ستة وستين سنة للتر فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة بلغت 11.55 في المئة مسجلة دولار واحد وخمسة وسبعين سنة وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفعت صدرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير مدفوعة بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق غير أن تراجع معنويات قطاع تصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقة أظهرت بنات وزارة المالية أن صدرات اليابان ارتفعت بنسبة بلغت 11.9 في المئة وذلك في يناير عن الشهر نفسه من العام الماضي وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز ببلوغها 9.5 بئة المئة ونمو مسجلا 9.7 بئة المئة في الشهر السابق اشتركوا في القناة